وسط أجواء احتفالية يواصل المواطنون لاحتفال بعيد الأطحى المبارك حيث تمتلئ الحدائق والمتنزهات بالعائلات والأطفال بمختلف الأعمار للاحتفال بالعيد وتعد حديقة الحرية بالزمالك واحدة من أبرز الحدائق التي تلقى اهتمام عدد كبير من العائلات خلال أيام العيد كونها تعتبر واحدة من الأماكن الترفيهية الهمة احتفالات اليوم الثاني لعيد الأطحى المبارك مستمرة بتوافد العائلات والأصدقاء على الحدائق والمتنزهات وحديقة الحرية بالزمالك تعد من الأماكن الترفيهية الثقافية الهامة مساحة الحديقة زي ما قلنا سبع أفدنا بتتمتع الحديقة اللي هي في موقع الزمالك بيدمها طبعا البرج وحديقة الأبرة بتضم الحديقة مجموعة من التمثيل حفظ إبراهيم وطلعة حرب وعمل عمرياض الحديقة تتسم بتنوع الأنشطة من ترفيهية كالجلوس ومشاهدة المسطحات الخضراء وأشجار الزينة والنخيل بالإضافة لجزء ثقافي بتماثيل لأدباء ومفكرين ورموز وطنية مصرية وعالمية هنا المكان جميل جدا وواسع وخضرة وشمس والخدمة كله تحفى الحقيقة ما شاء الله وأنا والولاد هنا من الصبح يعني تمانية تقريبا إحنا هنا وده المكان المفضل بالنسبة لي لأنه مكان هادي ورايء وخدمته رائعة يعني الحديقة الأول مرة بصراحة جدا بس الخضرة بسحة الخضرة كبيرة جدا في الحديقة تباعة يعني عنها الأول بسحة الخضرة كبيرة وكانت الحديقة قد شاهدت أعمال تطوير للمقاعد والمقاهي والزراعة بشكل عام لتضمن للزائرين الاستمتاع بأوقاتهم حيث تفتح الحديقة أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحا بسعر رمزي للتفكرة وهو عشرة جنيهات كاريم بيبرس التلفزيون المصري